اصبح واستقبل أصحابك نعم الأطفال صابر صابر اسم جميل حسنا ما اسم أبيك أبو نعمان آني آني يا نعمان اسم أبيك مبتدئا بحرف الصاد صادق صادق اسم جميل ومعناه جميل صادق ونحن كلنا صادقون أليس كذلك؟ حسنا إلى أين تسافر يا صابر؟ أسافر؟ إلى أي بلد؟ لا يهم؟ ما رأيك أن تسافر إلى صنعاء؟ صنعاء ملسون يعرفها صنعاء بلد جميل جدا هي عاصمة اليمن العربية يا سلام ما أجملها نعمان ماذا تلاحظ في صنعاء؟ لم ألاحظ شيئا لأني ما زلتها أعني ماذا تلاحظ في اسم صنعاء؟ تبدأ بحرف الصاد أحسنا 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 إذا ذهبت إلى صنعاء ماذا تأخذ معك؟ أريد شيئا يبدأ بحرف الصاد صابون صابون أخذ قطعة صابون أنا أحب الصابون الصابون ينظف جسمي ويجعل رائحتي طيبة شمي شمي يا سلام فعلا رائحتك طيبة حسنا يا نومان نأتي إلى السؤال الأخير ماذا تجلب معك من صنعاء؟ لا أدري ملسون ملسون ماذا أجلب معي؟ قل لها أي شيء؟ ليلى أجلب معي أي شيء أريد شيئا يبدأ بحرف الصاد يا نومان هيا يا نومان هيا 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 لا أعرف ماذا أجلب ملسون ماذا أجلب معي؟ أنت تعرف؟ اعتمد على نفسك أنا لا أقول لك صاروخ صاد صاروخ مرحبا أيها الأصدقاء أنا صديقكم جرغوس نعم أصدقكم اليوم عن مكان يحبه الأبطال جدا اسم هذا المكان هو المكتبة نعم هنا في المكتبة توجد لا تتكلم بصوت مرتفع أفضل نعم المكتبة دو مكان يأتي لي الناس يقرأ الكتب المكتبة فيها كتب كثيرة جميع أنواع الكتب موجودة هنا فيها للمكتبة رجاء أن تكلم بصوت منخف طيب طيب متأسف في المكتبة يجب أن لا ترفع صوتك عاليا لأن في المكتبة ناسا يقرؤون الكتب والصوت المرتفع في المكتبة يزعج الناس الذين يقرؤون فيها هل عرفتم؟ وفي المكتبة هدوء رجاء أن تكلم بصوت منخفف آسف تألتم الهدوء طيب طيب معيتم؟ في المكتبة يجب أن نلتم الهدوء فيها توجد كتب كثيرة تحبونها وفيها صور جميلة وفي المكتبة أيضا قلت لك تكلم بصوت منخفف جدا هذا هدوء رجاء أن طيب ما زال صوتك مرتفع طيب طيب ولكن لو تكلمت بصوت منخفف جدا فمثل ما يريده موظف المكتبة هذا سوف لا يسمحني أحد وسوف يكون شيئا سخيفا أنا تكلم هكدا نعم تكلم هكدا بصوت منخفف جدا وتكلم نحن اثنان، نحن اثنان وأنا معكم فزبنا واحد نحن ثلاثة نعم اثنان، نحن اثنان وأنت معكم فزبنا واحد نحن ثلاثة اجمع اجمع ايا اجمع 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 ايا اجمع واحد زائد واحد صار اثنين واذا زاد ايضا واحد صار ثلاثا واحد زائد واحد صار اثنين واذا زاد ايضا واحد صار ثلاثا ثلاثة واثنان ثلاثة واثنان ثلاثة واثنان قد اصبحوا خمسة اشتركوا في القناة صيدلية 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 ماذا تقولين يا خالتي عليك ان لا تفعل مثل الراعي ما معنى الراعي الراعي شخص يرعى الاغنام في المرعة وماذا فعل الراعي حسنا استمعوا هيا 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 كان في قديم الزمان راعي عنده جرة يملأ فيها السمن وفي يوم من الايام امتلأت الجرة بالسمن وقال لنفسه غدا سابع السمن واشتري بثمنه عشر عنزات وستلد العنزات وتكبر وتتكاثر فأبيعها وبثمنها سأشتري نعم سأشتري مئة بقرة أحلبها وأصنع من ألبانها جبنا فأبيعه وبثمنه أشتري أرضا وبذرا فأزرع ثم أبيع الثمار والفاكهة وأصبح غنيا وأبني قصرا وأتزوج وأنجب ولدا والولد يكبر ويطيعني وإذا عصاني ولم يطعني سأضربه بهذه العصا رفع الراعي عصاه فكسر الجر المعلقة فوق رأسه فانسكب السمن عليه وفقد كل شيء هذه هي قصة الراعي وجرة السمن حلوة 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 لكنني لن أفعل مثل هذا الراعي أبدا وكيف عرفت ذلك لأنني لن أضرب أبدا هل تقدر يا أحمد أن تنفخ البالون سبع عشرة مرة؟ حسنا هيا إذن مرة واحدة إثنتان ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر إحدى عشرة إثنتان عشرة ثلاثة عشرة أربع عشرة خمسة عشرة ستة عشرة سبع عشرة أحسنت يا أحمد سبع عشرة سبع عشرة سبع عشرة خمسة عشرة ازن مرحباً أنا الضفدع كامل وسوف نرسم اليوم مثلثاً في الهواء بأصابعنا العجيبة الكل يعرف ما هو الإصبع العجيب سأوريكم هذا الشيء الذي ترونه إنه إصبعكم العجيب كل منكم معه إصبعه العجيب طيب الشكل الذي سوف نرسمه اليوم هو المثلث وسأوريكم الآن ما هو المثلث إنه هذا الشكل الذي هنا بوم أليس جميل ألا تريدون أن تعملوا مثلثاً طيب ما سنفعله الآن أن نرسم هذا المثلث في الهواء بأصابعنا العجيبة سوف نبدأ من الأعلى هنا وحين عدوا واحد اثنان ثلاثة سوف نرسم خطاً إلى الأسفل إلى هذا الركن ثم نسير بالخط إلى هذا المكان ثم نعود إلى الأعلى مرة ثانية إلى المكان الذي ببأنا منه طيب مستعدوا ارفعوا أصابعكم في الهواء هيا نبدأ واحد اثنان ثلاثة وآن نسير ونرسم الخط إلى الأسفل هيا واحد اثنان ثلاثة وآن نعود إلى النقطة التي بدأنا منها واحد اثنان ثلاثة هيم الآن رسمنا مثلث هنا تماماً مثل هذا المثلث لكن هذا المثلث الذي رسمناه أكبر طبعاً تمام أنتم شاطرون في رسم المثلثات موسيقى 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 مرحباً أهلاً والدي أريد أن تصبغ هذا الحذاء دعه هنا الخالة فرزية تريد أن تسلح هذا دعيه هنا السلام عليكم وعليكم السلام نعم ما بك يا أخ لا شيء لماذا؟ صار أمامك أحدية كثيرة وأنت لا تعمل شيئاً وأصحابها ينتظرون إنه يقرأ لا لا هذا لا يجوز اقرأ الجريدة في البيت وأنت هنا لتعمل انظر الكل هنا يعمل هذا هشام يعمل ليحصل على رزقه وهذا محمود دائماً نشير وهذا زين يساعد والده في المكتبة ليلة ليلة تعمل في المستشفى الكسر لا يفيد إذا أردت أن تبقى هنا فعليك أن تعمل وإلا احمل صندوقك هذا واذهل الحق معك الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نسعى ونعمل ليرجقنا ولكن صارت عندي أحدية كثيرة كيف سأصلحها كلها سلحها واحداً بعد واحد وعليك أن تفضح لأن الله أعطاك هذا العمل وكلما كثرت أمامك الأحذية صار عندك أجور أكثر هيا يا رجل لا تكسل مرحباً أهلاً أرجو أن تصلحها هذا حاضر وبكل سرور شكراً بحاجة إلى تصليح حاضر عودي بعد قليل وكلين شكراً لك شكراً لك سأنطرخ الآن إلى عملي فهذا أفضل شكراً لك على النصيحة في يوم من الأيام كان هناك رجل اسمه والد إنه ليس طبيباً ولا مهندساً ولا ضابطاً ولا محامياً ولا رجل أعمال ناجح ومع ذلك فهو ليس إنساناً عادياً وائل يصنع الأحذية كان سعيداً في عملي كان يعمل يعمل بجد ليصنع أحذية جميلة ومثقنة الصنة وكان جميع أهل الحي يأتون إليه باستمرار وكانوا دوماً راضين وسعداء بالعمل الذي بذل من أجل صنع أحذيتهم وبسبب احترامهم وحبهم له كنواء ليشعر بالسعادة نغم أنه ليس طبيباً ولا مهندساً ولا ضابطاً ولا محامياً ولا رجل أعمال ناجح إنه عامل يحب عملاً موسيقى 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 هكذا يصنعون البفا موسيقى 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 يأخذون مسحوق البطاطا فيدعونه في المحمسة موسيقى فيخرج من المحمسة قطعاً صغيرة موسيقى 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 ثم يخليطون البفاك مع الزيت في خلاطة موسيقى وحتى تكون له نكهة وطعم مالح يخلطون معه قليلا من الملح والفلفل وأخيرا يخرج البفق من الخلاطة لذيذا ياه ما ألذ البفق مرحبا هل فكرتم بأن تعدوا بعض الأشياء عندكم؟ عندي هنا فناجين وأطباق تعالوا لنعدها كويتا أنيس أنيس ماذا تفعل يا أنيس ها أعدوا الفناجين والأطباق ما رأيك؟ هذه الفناجين والأطباق من الزجاج والزجاج ينكسر بسهولة أتنتبه يا بذر سأعدهم ولن ينكسر الشيء لا تصدق دعك من هذا لا 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 تخف سأنتبه سأبدأ الآن بعد الفناجين هذه المرتبة فوق بعضها سأنتبه نبدأ الآن على مالك إنجان واحد صحيح؟ إنجانان ثلاثة فناجين أربعة فناجين عندنا هنا أربعة فناجين في هذه المجموعة أرجوك أنيس الآن أو كلا يجب أن أعد الأطباق طيب نبدأ بعدي هذه الأطباق أنيس أرجوك هل يمكن أن تعدها بسرعة؟ بسرعة نعم بسرعة لحظة لا انتظر لا 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 تصريح عدها ولكن ببطر وانتبه جيدا سأعد الأطباق وسأنتبه جيدا طيب وانتبه على مالك على مالك و هنا عندنا اثنان وهنا تحته ثلاثة وهنا في الأسفل عندنا أربعة يوجد هنا أربعة أطباق فوق بعضها البعض انتهى والحمد لله والآن سأعد الفناجين والأطباق مع بعضها البعض تغفر الله انتبه سأبدأ العدد الفناجين والأطباق أرجوك هل يمكن أنيس على مهلك واحد اثنان على مهلك ثلاثة انتبه أربعة خمسة هل يمكن أنيس ستة سبعة لقي واحد ثمانية ثمانية أربعة فناجين وأربعة أطباق والآن بعد أن انتهيت من العد أنزل الفناجين والأطباق وضعها هناك ها والآن سأنزل هذه الفناجين والأطباق ولكن انتبه أرجوك أه تبوتين أنيس لا مهلك لا تتشعر الفناجين أرجوك يا نيس لا 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 تتشعر انتبه تسقط creator ألا تضغط الأطباق والأطباق 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 أ Lake Testament أطلق الطباقتها مع بعض البعض من هذا عجبا من هذا بل يقطع بالبأس الأشياء انظر انظر ما أفسى لم يطي على شيء أفضل لم يطي لنا شيئا خنوى فالغابة صارت جهداء والطائر كالفار حزيناء مسكين لا يلقى بيتاء كي تبقى غابتنا دارا نرجوكم نرجوكم بل الأشياء ما هذا؟ هذا جبل ما معنى الجبل؟ أرض مرتفعة أعلى من السهول أين كتاب الألغاز؟ وكتابي الذي أقرأه وكتاب القصة وكتاب التاريخ لا أقدر أن أجد شيئا في هذه الفوضى ماذا يفعل كتابك بينك كتبك؟ كتبك؟ هذه كتبك ليست كتبك كتبك لماذا لا تصنعني خزانة كتب؟ ها فكرة عظيمة رائعة يجب أن تكون بهذا الارتفاع مرتفعة جدا اعمليها أخف منحفظة جدا هكذا يجب أن تكون أخفظة هكذا هذه منخفظة جدا عليك عالية جدا اعمليها أخفظ أعلى أخفظ أعلى أخفظ لا أريد أن أمد جسمي أعلى لا أريد أن أنحني رانا لماذا لا تستعملين الركوف العليا ومونى المنخفظة؟ صحيح يا السلام الآن نحتاج إلى كتبين أكثر لا جرب حظك هيا جرب جرب حظك هيا جرب ماذا سنلعب اليوم يا جاسم؟ جرب حظك هيا جرب جرب حظك هيا جرب هيا 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 جرب حظك هيا جميلة هيا ظهر لي قدير فعلان صحيح هيا منبتها الإلهام لنرى لعبة جميلة صحيح أنا 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 أيضا دعوني أجرب أطول مرحبا أهلا 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 خد يا نعمان تأني على خرج الجار ما هذا؟ ها هذه آه فرشات أسنان ماذا ستفعل بها يا نعمان؟ آه لا أدري أنا ليس لي أسنان آه من؟ من يريدها؟ أنا أأخذها ها وه هذا أسنان؟ شكرا خرجات الأسنان هذه تعرف كيف تستعملها؟ نعم أعلمت ذلك من الأغنية أيته أغنية أغنية رأيتها في برنامج سلامتك ها سلامتك سلامتك AKE لا أودنا السلامة